بداية الحقيقة أظنها بإذن الله سبحانه وتعالى مبشرة لمصر كلها ويمكن النهاردة وفي بداية الأسبوع فإنه جمهورية مصر العربية بتشهد زيارات رفيعة المستوى منها على سبيل المثال زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة في زيارة أخوية وهي زيارة الحقيقة من الزيارات المهمة جدا وإن عكست إنما تعكس مستوى العلاقة ما بين البلدين الشقيقين البلدين الشقيقين اللي هم مش بس طول عمرهم أشقاء وطول عمرهم أخوات ولكن أيضا شركاء في كل الأمور في السراء والضراء ويمكن آخر الشراكات يمكن كانت الشراكة الاستثمارية لما بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في منطقة رأس الحكمة باستثمارات عملاقة أدت إلى جاذبية استثمارية مهولة لجمهورية مصر العربية وهذه حقيقة وزي ما حضراتكم شايفين يمكن ده جانب من اللقاء الأخوي اللي دار ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الزيارة اللي بدأت النهاردة مهم جدا هذه الزيارات ليه مش بس مستقبل للبلدين ولكن لمستقبل الأمة العربية احنا بنتكلم على دوء أو منطقة عربية بالكامل المنطقة فيها تعددية واسعة جدا للشراكات ولها مستقبل واعد كلما زادت الشراكات ما بين الدول العربية وبعضها البعض كلما كانت السعوب في حالة أسعد خلي بالك أن احنا عندنا الكثير من الملفات موجودة في المنطقة عندنا الملف الفلسطيني وعندنا الملف السوري وعندنا الملف اليمني وعندنا الملف الليبي وعندنا الملف السوداني وهذه كلها تتعلق بالسياسة عندنا أيضا ملفاتنا الاقتصادية الاستثمارات الكبيرة اللي ممكن تحصل ما بين المنطقة العربية كلها وبعضها البعض